الشويبة كانت مجرد ضواح جبلية وعرة لكن الإرادة والعزيمة والإصرار على قهر الظروف العصيبة حولت منطقة الشويبة الصغيرة بعزلة راس في مدرية الشميتين غرب تعز إلى مدرجات خضراء تسحر الناظرين لتصبح سلة غدائية تأكل وتقتات منها عزلة بأكملها يقدر سكانها بعشرة آلاف نسمة النماء هذه هي الأسواق لأنه الطريق سعيد عليك تحمل فوق حمارة إنه لراسا حملت فوق حمارة وإنه بواحد يتجبر منك من المزرعة حملت فوق حمارة الشقيقان عبدالله علي ومحي الدين السعيد حفراء الأرض وفرشاها بالتراب بعد أن كانت أرضا قاحلة زرعها بمختلف أنواع النباتات قاهرين كثيرا من التحديات لتكون بذلك مصدر عيش لهما ولأسرتهما وللمنطقة بأكملها لكن المشروع لا يزال يعاني بعض العقبات جراء عدم وجود طريق صالحة تربط المنطقة بالعزل الأخرى لنقل الاحتياجات الزراعية بدأت هذا المزرعة يعني من ظروف كانت مزرعة قاحلة لا يوجد فيها زرع ولا مي وبدأنا نحفر الماء ونوحق الزروع وبدأت يعني تنتق تشجعنا من الزرع من الموج والزيت والكراث والباقل والقرقر والكبزرة وأدتها من اسم المزارع بس ظروف في نزولها وطلوعها من الطريق ومن المعاصرات للسوق ومن الماء يعني بتعاب ربالات والبذور البذور بالنسبة تكلفك هكذا تكلفت 500-400 ألف تكلفك هالبذور تشتيج البذور كاملة من خيار من كوشة من طماط من كراث من باقل من كل هذه البلد العلبة الطماط 70 ألف ريال تظل تجربة الشقيقين قصة ملهمة لكفاح الظروف والنحط في الصخور الصماء بأمل العيش والبحث عن نافذة للحياة وهو ما تحقق لهما بعد سنوات لتصبح المنطقة قبلة الزوار لشراء المحاصيل الزراعية أو الاستمتاع والتنزه بمناظرها الجميلة رغم صعوبة الوصول إليها إذ ما من طريق إلى العزلة سوى منفذ صغير لا يشتاز إلا مشيا على الأقدام